السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الثلاثاء اثنين تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الثور ورح ينتقل لبرج الجوزاء الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة بعد العصر ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة ثمانية وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرانيتش وايضا اليوم عنا بداية تراجع نبتون في الحوت وايضا عنا انتقال عطارد الى برج الاسد القمر الان موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة اثناش وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرانيتش او ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرانيتش بعدها بدو ينتقل لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد طبعا رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة اثناش وثمنتعشر دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء القمر الان موجود في برج الثور معناته من الان وحتى ساعات العصر منظل اكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن اشياء جديدة يجب ان نعتمد على انفسنا ماليا وان لا نفكر في اقتراض الاموال من البنوك او الاصدقاء اثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير او شراء عقار او قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك كما انها هاي الزاوية بتمنحنا افكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والفنون اجمالا والميل لكل ما هو مدهش وغريب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا تراجع كوكب نيبتون اللي رح يتراجع في الحوت اليوم الساعة عشر واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش رح يظل التراجع طبعا لغاية الساعة عشر واثنين واربعين دقيقة من مساء يوم سبعة اتناش يعني تقريبا خمس شهور واقل او عشر ايام او اقل من عشر ايام وبما انه كوكب نيبتون هو كوكب الاحلام والاوهام والالهام الفني فبما انه رح يتراجع معناته في هاي الفترة بصير في نوع من انواع تراجع بنشعر ببعض المخاوف اللي ما بنعرف مصدرها او مصدر مقنع لالها وكل ما زادت المشاكل علينا اللي من المفروض اننا نواجهها نهرب منها عشان هيك كثير من الاشخاص بيتهربوا من حل المشاكل في هاي الفترة او ممكن حتى انهم يتجاهل وجودها قسم منها خاصة موليد برج الحوت لانه هذا كوكبهم وبيتراجع عندهم بيخلقوا لحالهم هيك اجواء او لانفسهم عالم وهمي بعيد عن ارض الواقع بعض موليد برج الحوت ممكن ينجرفوا لوراء المسكنات او المهدئات او الكحوليات يعني اي شيء ممكن انه هيك يبعدهم عن الواقع شوي طبعا مش كل موليد برج الحوت البعض منهم ممكن تظهر لدى البعض ايضا علامات المخادعة او التغرير بالغير ولدى البعض الاخر علامات الجبن فبيخشوا المواجهة المجابهة بيتخلوا عن مخططاتهم ومشاريعهم من ناحية فنية طبعا بتتضاءل نسبة الالهام والقدرة على الابتكار الفني في شتى المجالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين عطارد وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و53 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بالنسبة لهذه الزاوية طبعا الها تأثير ثلاث ايام وثلاث ايام قادمة بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولها دون ان يعبروا عنها بصراحة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا اللي هو الحدث الثالث وهو انتقال عطارد لبرج الاسد طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة فيها تفصيل كامل مع الزوايا وتأثيراتها على جميع الابراج والطوالع انتقال عطارد من برج السرطان لبرج الاسد رح يكون اليوم الثلاثاء الساعة 12.49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يظل كوكب عطارد في برج الاسد حتى مساء يوم الخميس 25.07 لغاية الساعة 10.40 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح يكون الساعة 3.42 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنها خلو المسار السلبي للقمر طبعا هو ما رح يكون مدة طويلة تقريب 7 دقائق خلو المسار رح يبدأ الساعة 3.42 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 3.49 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش وايا فترة سلبي لا تصلح للفدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوب او زواج او شراش ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3.49 دقيقة بعد العصر خلص القمر بانتقل بيستقر في برج الجوزاء عشان هيك من ساعة ما بعد العصر بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ابتتقلب افكارنا وافعالنا واقوالنا اكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد او كلمة قال علينا اكمال اعمالنا واتصالاتنا وما الى ذلك وان لا نشغل انفسنا في امور غير مجدية يمكننا ايضا اخذ دورات جديدة او تعلم لغة جديدة او الانضمام لنادي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 4 و 15 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس اكثر فاكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 6 و 10 دقائق مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة لمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وابتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها طبعا من الآن وحتى ساعات العصر عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتي الغد الدرقي اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات ما بعد العصر بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية أو بطرق الليزر مثلا ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ الساعة ثمانية وثلاثة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر لغاية الساعة ثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره اليوم ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة 11 بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد الآن بنسبة 60% ساعات الصباح سعيد بنسبة 70% ساعات المساء سعيد بنسبة 100% القمر في الثور ورح ينتقل للجوزاء ورح يضلب الجوزاء ليوم 4 سبعة طبعا منتحس الآن بنسبة 40% ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 25% ساعات الصباح سعيد بنسبة 10% ساعات الظهر سعيد بنسبة 45% عطارد في السرطان ورح ينتقل للأسد ورح يضلب الأسد ليوم 25 سبعة سعيد بنسبة 60% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 60% المريغ في الثور حتى يوم 20 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 11 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الصباح لو بداية التراجع منتحس بنسبة 10% بلوتو في الدلوب بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا هذا من الآن وحتى ساعات العصر بتحمل معاه الأجواء فرصة مالية بتكون مفاجئة وبإمكانكم إدخال تحسين على ميزانيتكم وممكن تعالجوا استحقاق مالي ولكن ممكن يكون في زيادة بالمصريف أو صرف الأموال رغم أن الأجواء جيدة على المستوى المالي خلال هذا اليوم أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبرضو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أجواء إيجابية ودعمة وحتى على المستوى العاطفي برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن وحتى ساعات العصر وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي الأجواء جيدة على المستوى النفسي على المستوى الصحي على المستوى العاطفي أما من ساعات العصر وما بعد هنا بصير التركيز على الأمور المالية بيصبح الجو بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة أو ممكن أنكم تدخلوا تحسين على ميزانيتكم وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات ولكن الأجواء المالية هي أكثر الشاغل لإلكم برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات العصر القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتضل الفترة هاي بتتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم اعملوا بشكل روتيني وما تتخذوا قرارات حاسمة من ساعات ما بعد العصر بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي القمر طبعا من بعد العصر رح يجعل الفترة مميزة واستثنائية برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بظل النشاط الاجتماعي هو المسيطر أكثر علاقاتكم عارفكم وحاولوا تنجزوا كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ساعات العصر ممكن اليوم تسعدوا من لقاء الأصدقاء أو تعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته ولكن من ساعات العصر زي ما ذكرنا القمر رح يصير في بيت المتاعب فبتصير الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا تراهنوا على الحضوض ممكن يتعانوا من بعض الركود وحاولوا إنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زالت الفترة لغاية ساعات العصر مناسبة للأشخاص اللي فيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم أو إثبات جدارتهم وتعزيز علاقاتهم مع المسؤولين ولكن بضلها فترة ما في داعي للمغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين أما من ساعات العصر وما بعد بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وبترافقك رياح مواتي رغم بعض الضغطات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن وحتى ساعات العصر الأجواء بالظل جيدة بالاتصالات بالامتحانات بالسفريات بالحوارات بالنقاشات بأخذ دورات أو تعلم شيء جديد بمعاملات وأوراق قانونية بالعلاقة مع الأحبة بالتجارة هاي كلها أجواء إيجابية لغاية ساعات العصر ولكن من ساعات العصر وما بعد بصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم وبغسعكم إثبات جذارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الأجواء من الآن وحتى ساعات العصر بالظل مهيئة لا فرصة لمكسب مالي إلى صلاة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تهتموا بمسائل تتعلق ببنك ضريبة تامين مال الزوج الزوجة أو سداد بعض الأموال من ساعة الظهر من ساعة العصر تقريبا بصير الأجواء أحسن وأفضل فممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتزيد فرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات العصر مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون ثاني أو بوسعكم تعزيز شراكاتكم مصالحة تقارب حوار نقاش أشياء مشتركة يعني ولكن بظل طاقتكم ضعيفة عصبيين حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان وما تتخذ قرارات حاسمة وبعد عن المشاكل من ساعات العصر وما بعد بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض أو حتى مطالبة بحقوق لإلك صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أو مراجعات طبية قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم من الآن وحتى ساعات العصر وأنا بفضل أنه تحاولوا تنجزوا كل الأعمال قبل ساعات العصر لأنه في ساعات العصر القمر رح يصير مقابلكم تماما فبدك تنظم جدوى الغذاءك تنظم جدوى الأعمالك الأعمال المهمة هي اللي لازم تهتم فيها اليوم خذ خصة من الراحة إذا دعت الحاجة وحاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل مع زملات بالعمل أما من ساعات العصر وما بعد هنا بصير الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أو بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن بدك تحاذر من الإنفعالات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ترغبوا بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات العصر الأجواء إيجابية ودعمة بقوة فممكن نتحقق بعض التواصل أو تعزيز العلاقات مع الأحبة أو فرحة أو خبر يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الرومانسية وفيها طاقة عالي جداً ومن وسعكم ممارسة نشاط فني أما من ساعات العصر وما بعد رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز أعمالكم نظم جدوى الغذاء خذ قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية واعتمد على جهدك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن وحتى ساعات العصر بضل الاهتمام بيت عائلة ترتيب أعطال مشتريات أشياء من هذا القبيل ومناسبات وبعض المشاكل العائلية من ساعات العصر وما بعد بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شنك ما تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل لسفر أو مشاركة في رحلة عمل أجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبتضل هاي الفترة فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة من الآن وحتى ساعات العصر وممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار فترة نشطة لغاية ساعات العصر ممكن تكون تسويق تعزيز العلاقة مع الأحبة إقناع الغير بوجهة نظركم التجارة الاهتمام بالسيارات أو الإلكترونيات يعني في طاقة إيجابية عالية جدا أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر رح ينتقل للبيت الرابع فيعني بيصير بوسعكم إدخال تعديل على مسكنكم أو تعزيز الروابط العائلية ولكن لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج واسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته أهم شيء الأمور العائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر